لو ما فهمتش اي حاجة من اللي انا قلته قبل كده بس اسمعت كلمة كتير يبقى لازم تتفارج على الفيديو للنهاية ان انا النهاردة هتكلم على اشهر فعل في اللغة الانجليزية وهو get واشهر تمن معاني ليك يخلوك تفهم اي حد لما يجي يستخدم get وانت كمان ممكن تستخدمه عشان تعبر عن معاني كتير يلا بينا بقى نبتدي مع بعض خلينا بتفعل حاجة الاول كده ان get الماضي بتاعها got مش got جدا بريدش got عشان في الفيديو هنقول got كتير يلا بينا بقى نبتدي مع بعض اول معاني معاني الفعل get هو obtain او يحصل على خلينا اديك مثال I get my salary monthly يعني انا بحصل على المرتب بتاعي شهريا salary مرتب I get my salary monthly تاني معاني get وهو bring يعني يجلب او يحضر او يجيب خلينا اديك مثال احمد get me my laptop over there تانت معاني معاني النهاردة هو get to get مع تو والاتنين بيبوب معاني arrive يعني يصل الى خلينا اديك مثال when I get to work للموصل الشغل I'll give you a call للموصل الشغل حكلمك when I get to work I'll give you a call رابع معانا معانا النهاردة لget وهو become يعني يصبح خلينا اديك مثال they got got الماضي بتاع get زي ما قلت في اول فيديو they got furious because of me يعني هما بقوا او اصبحوا غضبانين او غضبين بسببي they got furious because of me هنا بقى ممكن تستخدم get مع حاجات كتير جدا get sick يصبح مريض get tired يصبح متعب get married يصبح متزوج get divorced يصبح متطلق او يطلق وهكذا اوكي get وهات بعدها الحاجة او status الحالة وتبقى get بساعتها بمعنى يصبح خمس معنى وده بنستخدم في got اللي هو الماضي بتاع get لما حب اقول انا عندي وده بيبقى ليها ثلاثة اشكال ممكن اقول I've got وممكن اقول I got وطبعا ممكن اقول I have اللي هي بتسويهم I've got I got I have لما اجا اقولك مثلا انا عندي اخ واحد ممكن اقولك I got I got one brother او I've got of هنا اللي اختصار بتاع have I've got one brother or I have one brother بس دي بتستخدم كتير جدا got بمعنى عندي I got a car برضو عندي عربية or I've got a car وهكذا يبقى I've got or I got يعني انا عندي او انا لدي سادس معنى معانا وهو gotta 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 دي اختصار لgot to ومعناها لابد او يجب زي ما اقولك مثلا I got to study بس لو عاوز تقولها بسرعة او الاختصار اللي هو ايه I gotta study I gotta study I gotta study انا لازم اذاكر يبقى got to او gotta 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 دي خفيفة كده gotta سابع معانا معانا ال get وهو understand يعني يفهم يعني لما تحب تقول مثلا انا فاهم حاجة خلينا بديك مثال اللي انا قلته في اول فيديو لما انا قلتلك you get me انت فاهمني you get me ممكن برضو بديك مثال تاني لما اقولك I didn't get your joke انا مفهمتش المزحة بتاعتك او النقطة بتاعتك I didn't get your joke تام المعنى معانا وهو get لما تبقى بمعنى cause او make يعني يسبب او يجعل او يخلي خلينا اديك examples او امثالة عشان تفهم اكتر اول مثال your videos got me interested to learn English يعني فيديوهاتك خلتني مهتم اني اتعلم انجليز جعلتني على رأسي من فوق والله كل اللي بتقولوه انا عارف ان انا عبكار يعني your videos got me خلتني او جعلتني interested to learn English كمان مثال لما حبه مثلا اب انا بكلم مراتي مثلا وعاوز اقولها جاهزي الولاد او خليهم جاهزين عشان نمشي ما احناش فاضين يعني فممكن اقول بالانجليش get the kids ready we're leaving يعني خلي الولاد جاهزين او اجعليهم جاهزين get the kids ready we're leaving كده انا شرحت اهم معاني اساسية لget في الانجليش في معنين او تلاتة تانيين لحد ما مهمين بس اقل اهمية وكمان محتاجين مني تحضير زي جيت لما بنستخدمها مع حاجة اسمها للمبني للمجهول فلازم اشرح لك المبني لجهول الاول المبني لجهول اللجهول اللجهول فلازم اشرح المبني للمجهول الاول عشان اقدر اشرح لك معنى جيت في الحالة دي بس يصدقني ده كفاية في المرحلة دي بالنسبالك وكده انت استفدت جدا لو الفيديو عاجبك please share and like وخلينا شوفكم على خير